السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم يا حبيبي عاملين ايه النهاردة الفيديو بتاعنا جامد جدا. بصوا بقى هنعمل الفطير بتاعنا بدون فرن. من غير فرن. يعني لو ما عندكش فرن او الفرن بتاعك بايز هتعملي الفطير المشلتت على عين البودوجاز من فوق. طبعا مفيش احسن من كده. ومش كده وبس كمان. الفطير بتاعنا سهل جدا مش هتفردي ولا هتتعبي. ولا هترققي ولا حاجة ابدا. الفطير بتاعنا فاقل من ثواني هتكوني عاملاه. وبرضو فاقل من ثواني هتسويه. يعني اسهل من كده مفيش. ياريت تخليكي معي الاخر الفيديو وتحطي لايك للفيديو علشان الفيديو يكبر اه واكبر عدد من الناس يشوفوه. وياريت لو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وكمان فعالي الجرس علشان يوصل لكل جديد. النهاردة عندي كيلو من الدقيق. انا طبعا هعمل اتنين كيلو بس هاجن قدامكو كيلو. كيلو من الدقيق علي معلقة كبيرة من البيكين بودر وكمان ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة ونص كبيرة من السكر. تمام? هياخد مني قد ايه ميا? هياخد مني تلات كبيات ميا. طبعا هو ممكن من كبايتين ونص لتلاتة. انتي تنزلي اخر كباية دي بالتدريج ما تنزلهاش مرة واحدة. لغاية ما تلاقي العجينة معاكي طرية ومش يعني بتلزق. وطرية بس مش بتلزق قوي. بس فيها تلزيقة خفيفة. تمام? هتفضلي بقى تعجيني كده في العجين ده. لا يكل عن عشر دقايق. لازم تعجيني كويس وتخدمي كويس جدا. تمام? زي ما انا ما بعمل كده. انا عدت اعجن في حوالي 12 دقيقة كمان. اكتر من عشر دقايق. لغاية ما حسيت ان خلاص العجينة تعجن معايا كويس جدا. يعني لو انت بقى متضايقة من اي حد. اي حد مزعالك زي كده. افضلي عجيني. عشان انا برضو في ناس مزعالاني. حطي بقى لايك للفيديو. لو اول مرة بتشوفي القناة. اشتركي في القناة علشان يوصل لكل جديد. فيه ناس بتتضايق عشان بفضل اقول لكم حطوا لايك للفيديو. بس يا جماعة لازم تحطوا اللايك عشان ما تنسوش. فانا بفكركم علشان الفيديو يكبر ان شاء الله. والقناة تكبر بيكم. طبعا بعد ما عجنت العجين بتاعي كويس جدا. جبت صانية ده هنتهى بالزيت. وقرست العجين بتاعي 15 واحدة. الكيلو الدقيق 15 واحدة. هيتلع كم فتيرة? هيتلع 3 فطاير. كل فتيرة فيها كم واحدة? فيها خمسة. تمام? تمام. بس طبعا ده المشالتة النماز الشرقي هعمل كل واحدة فيها اتنين. تمام? اتنين من تحت واتنين من فوق. وهنشوف ده مع بعض. بعد ما ريحت العجين بتاعي كده يعني حوالي خمس دقيق مش كتير. تمام? آآ بتاديك كده اخد خمسة خمسة هحط بين كل واحدة والتانية. آآ زبدة على زيت. المادة الدهنية عندي ايه? المادة الدهنية عندي كوبايتين من الزبدة وعليهم نص كوباية من الزيت. تمام? طبعا ضروري كده يعني ضروري كده بنغطي وش العجين. علشان برضو الدنيا سقعة وما ما يعملش طبقة كده مش حلوة. خلاص بعد ما اخدت كل آآ خمسة ما بينهم زبدة هرجعهم تاني كده في الصينية وهاخد اول واحدة. تمام? اول واحدة عملتها هبتدي افردها بيتفرد معي بكل سهولة. الفطير بتاعنا النهار ده انا مدحكتش عليك في العنوان. لما قلتلك مش هتفردي ومش هتتعبي ومش هترققي. ليه بقى? لان انا ما فردتش فطير واحدة واحدة. اللي هي آآ القرسة اللي احنا قرصناها قد البرتعونية الزغيرة البلدي. دي المفروض في الفطير الناس بيعملوها واحدة واحدة ويفضلوا يطبقوها ويحطوها جوا واحدة تانية. لا احنا ما عملناش كده. انا حطيت الخمسة على بعض. وبين كل واحدة والتانية. زبدة على زيت وفردتها كلها مرة واحدة. زي ما انا بعمل كده. فمفوش طعب. مفوش وقفة كتير. مفوش مجهود كتير. ان شاء الله اسهل طريقة للفطير. الفطير بتاعنا. بصوا بقى اتفردت معي قد ايه? وفي ثواني. ما اخدتش ثواني فردتها كلها. ولو اتقطعت منك عادي خالص ما تقلقيش. هتبقى احلى فطيرة. طبعا بحط بقى عليها برضو سمنة على زبدة كده. آآ زبدة على زيت. وبطبق كل جنب. وكل جنب بطبقه لازم ادهنه. تمام? تمام. طبعا في ناس قالوني. قالولي ينفع بدل الزبدة على الزيت. نحط سمنة. طبعا ينفع. وهيبقى كمان احلى معاكي من الزبدة. والزيت. خلاص. بعد كده بقى لامها كلها وبعملها زي البقجة كده. وهجيب بقى صانية مدهونة. وهحطها فيها كده. ومش حاجة جنبها هسيبها لما خلص الكمية كلها. دلوقتي انا عايز اعمل الفطير الشرق معاكو. اخدت اهو اتنين بس. وبفردهم. في الفطير الشرق مش بنعمل خمسة على بعض ده في المشالتة بس. انما في الشرق باخد اتنين على بعض وبفردهم مرة واحدة كده. ولو اتقطعت برضو ما تقلقيش. هتبقى احلى فطيرة معاكي. طب الدقيق اللي انا مستعملها ايه? الدقيق اللي انا مستعملها دقيق الدوحة. او انتي هاتي دقيق متعدد الاستخدامات او لجميع الاغراض. تمام? بالذات الدقيق بتاع الفطير ده لازم يكون الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. برضو اخدت التانية بفردها كده وهلمها هطبقها وكل تطبيقة لازم احط فيها مادة دهنية. وبرضو هريحها شوية. تمام? هعمل الكمية كلها وبعدين هنحشيها. بعد طبعا ما اعمل الكمية كلها كل اتنين كده. بفردهم مرة واحدة. وبحط بينهم مادة دهنية وبطبقها كلها. وبعدين برجعها في الصانية تاني. واخلص الكمية كلها بالطريقة دي. وبعد كده عندي الحشوة بتاعتي عشان ده الفطير الشرقي. هحشي ايه بقى? هحشي بسترمة. وهحشي خضار اللي هو طماطم. آآ منزوع منها البزر بتاعها. يعني متقطع اللحم اللي بره بس. وعشان مش عايزين مية طبعا. وآآ وفلفل اغدر. وزاتون. وكمان آآ زي ما قلت بقى جبن بقى اللي هي جبنة آآ تركي. احنا هنا في اسكندرية. بنقول عليها تركي. اهل القاهرة بيقولوا عليها رومي. وكمان هحط آآ متزر الله. عندي البسترمة بالشكل ده كده. فردتها كلها. وبعدين فردت الخضار اهو فوق البسترمة طماطم وفلفل اغدر. تقدر تحطي فلفل الوان. تقدر لو عايزها ازبايس تحطي فلفل حار. وكمان زاتون شرائح. ودية كده جبنة تركي. آآ قطعيها كبير. حطيها كلها مش هتفرق. تمام? يعني مش شرط تكون مبشورة. وعندي كده متزر الله. وبعد كده هاخد. تمام كده. وبجيب بقى الفتيرة اللي انا اللي هي كانت اتنين مع بعض. فردناهم في نفس الوقت. وطبقتها وشلتها على جنب فصانية. فردتها كده مدورة. وبعدين حطيتها فوق الحشوة. ولمتها كده دخلت الزيادات تحتها. طبعا قفلتها كويس. ولمت الباقي تحتها. وحطيتها كده في الصانية. صانية مدهونة. بتتشال معايا بكل سهولة. حدهن الوش ايه؟ هدهنه طبعا بوش اللبن. بالاشطة بتاعت وش اللبن. طيب جالي سؤال لو ما عنديش وش اللبن ده احط ايه؟ حط كريمة لباني. برضو هتخليها حلوة. تمام؟ التانية اهيه برضو فردت الفتيرة. وبعد ما طبقتها وشلتها وخلصت الكمية. فردتها كده مدورة. وحطيت فوقيها البسترمة. تقدري تحطي صدق لو انت بتحب الصدق. تقدري تحطي فراغ بس لازم طبعا تكون مستوية. والصدق برضو لازم تديره تشويحها على النار الاول. تمام؟ اي حشوة انت بتحبيها حطيها. تقدري تحشيها لحمة مفرومة. عادي خالص مع السجا. تمام؟ وبعد كده حطيت فوق البسترمة الزاتون والفلفل الاخدر. تقدري الفلفل الاخدر تحطيه سبايسي او او الوان. وبعد كده والطماطم طبعا. وبعد كده حطيت جبنة متزرلة وجبنة تركي. وقفلت عليها دي كده كانت واحدة. فحطيت على نصها وقفلت بنصها. طبعا هندخله الفرن دوت هنغبزه على درجة حرارة عالية. انا عندي الفرن اعلى حاجة عندي ميتين واربعين. هندخله على ميتين واربعين تحت فقوع الفرن. لما ياخد معي لون من تحت طبعا بتابعه عشان ما يتحرقش. وبعد كده برفعه فوق الشبكة. وبولع الشوية. هو كده فقوع الفرن. والفرن عندي شغال عشر دقايق وهطلعه فوق الشبكة. وهولع الشوية. تمام. دي كده اول واحدة طلعت معي بغطيها بفوتة. والاتنين التانين في الفرن. تمام. دي كده تالت واحدة هسويها على البودوجاز. ده برضو شرقي. ده برضو فطير شرقي. مش مشالتت. لسه المشالتت هنسوي مع بعض كله على البودوجاز. من فوق على عين البودوجاز. تمام؟ علشان انا جالي يعني فيه متابعة حبيبتي. قالت لي ياريتك تعملي معجنات على عين البودوجاز علشان الفرن عندي بايز. فاللي الفرن عنده بايز. مش هيكل فطير. لا طبعا هيكل فطير. واحلى فطير. حتي بقى لايك للفيديو. لو اول مرة بتشوفي القناة. اشتركي في القناة علشان يوصل الكل جديد. بصي بقى اخد لون من تحتها. هقلبه بكل سهولة دلوقتي. على الوش التاني. شايفة بقى الجمال. بصي ولا فرن ولا اي حاجة. شايفة الجمال. مفيش احلى من كده. اهم حاجة بقى انك بتوطي النار عليها. وبعدين بتغطيها بحاجة محكمة. يعني عشان البخور ما يتلعش. ده اللي انا دخلته في كوع الفرن. واستوى واخد لونة هون من فوق ولعت عليه الشوية. قعد قد ايه في الفرن قعد تلت ساعة. اللي على النار هيقعد قد ايه? هيقعد نص ساعة. تمام? اللي فوق على عين البودوجاز نص ساعة. اللي في الفرن تلت ساعة. بصي بقى طالع جميل ومورق كده وبصي الحشوة جمدة جدا جدا خلاص وديت اهي الفتيرة برضو دي تلعت اهي زي الفل دولة اللي كانوا في الفرن دي بقى اللي كانت على عين البدو جاز بصي الجمال طرية جدا وحلوة جدا واخدى لون جميل مفيش احلى من كده بجد حتي بقى لايك للفيديو ما تزهقش من كلمة حتي لايك للفيديو انا بفكرك عشان ما تنسيش يلا بقى نشوف الفتير بتاعنا نشوف الفتير بتاعنا الجميل ده طبعا هنقطعها مع بعض دلوقتي ونشوفها كمان من جوة وصي دي اللي في الفرن ودي اللي على عين البدو جاز انا مش شايفة فرق هو كله استوى وكله حلو بس اللي في الفرن قاعدت تلت ساعة عشر دقايق من تحت فقاع الفرن وعشر دقايق على الشبكة وشغلت الشواية لان الفتير ما ينفعش يغيف الفرن لما يبقى عندك تحت بس بيشتغل ما ينفعش تحطيه في النص وياخد وقت طويل وينشف منك لازم تحطيه تحت فقاع الفرن بعد كده ترفعيه وتشغلي الشواية فقاعد تلت ساعة اللي على عين البدو جاز قاعدت نص ساعة ربع ساعة على الوش اللي تحت وربع ساعة على الوش اللي فوق قلبتها بس كانت طبعا النار واطية جدا تمام هنا بقى ده المشلتت معايا دولت برضو خمستاشر واحدة هحط لكل فتيرة خمس وحدات بين كل واحدة والتانية زبدة على زيت تمام تمام اهو خمسة وخمسة عشرة ودورة اخر خمسة هعملهم في واحدة برضو وحفردهم والله ما بياخد وقت فيه ثواني فيه ثواني بتعمليه ما بتتعبيش ولا بياخد منك مجهود وبصي مشهو الله في ثواني بيتفرد معاك مش محتاجة بقى نشابة ولا محتاجة اي حاجة تفردي بيها هو بس يعني بتاخدي من جوه على برا بتزقي كده العجين من جوه على برا وبيتفرد معاك بكل سهولة ولما يتقطع منك عادي خالص بعد كده بتدهينيها برضو بتلمي كل طبقة يعني بتطبقيها كده على بعض وكل طبقة بتلميها أو بتطبقيها بتحطي فيها مادة دهنية انا حسوي بقى المشلتت ده على عين البدوجاز حسوي كده في الجريلة دي اللي هي بتاعة الكريب بس طبعا انا مش هفرده دلوقتي انا بحطه كده ولما بخلص خالص بفرده كله مرة واحدة تمام؟ في الثواني خلاص اهي دي كده تاني واحدة بصي في ثواني في أقل من ثواني بيتفرد معاك بكل سهولة الفطير بتاعنا مفوش تعب بصي انا بوريكي هنا ان الطبقات مش لازق في بعضها كل طبقة لوحدة تمام؟ فطير بتاعنا سهل جدا ومفوش تعب ان شاء الله ويعني هتعملي ان شاء الله على طول يعني بصي بقى بنلمها كده وبنتني كل واحدة على التانية وبنحط المادة الدهنية وبنتبقها كل تطبيقة نحط مادة دهنية كلما نطبق حتة نحط فيها مادة دهنية وبنلمها كده زي السر أو زي البقجة وبنحطها في الصنية بنفس الشكل ده صنية مدهونة طبعا انا هسويها برضو كل واحدة بحطها في صنية أو في جريلة هسويها زي ما هي خلاص دي كده تالت واحدة وبردو هنلمها ونحط بما بين كل طبقة والتانية مادة دهنية وهنحطه في الصينية بس انا ايه هفردهم بقى مع بعض بعد ما خلص دي هفرد الثلاثة واربعض وهسويهم واربعض طبعا هو حلاوة البدوجاز عيون البدوجاز في ايه بقى بتسعفك يعني ممكن تسوي ثلاث فطاير او اربعة لو البدوجاز عندك كبير في وقت واحد فطبعا غير الفرن يعني بسي بقى باللم كده ونحط مادة دهنية واللم طبعا انا اداية مليانة وهي مليانة تمام والزبدة بقى عندي خلصت طبعا كبايتين الزبدة ونص كباية الزيت دولت على اتنين كيلو دقيق تمام اهو تلاتة كده انا هفردهم دلوقتي بحط في ايديا كده القشطة بتاعت وش اللبن وبفرد بيها تمام كده بسي بكل سولة طبعا الجرلة دي كبيرة قوي فانا مش هفرد الفطيرة كبيرة قوي يعني كفاية كده هزبطها بس وخلاص على كده تمام وبردو هفرد اللي اتنين دولت وهنروح برضو على البدوجاز وهنسويهم بس هنسيبهم يرتاحوا عشر دقايق يعني بعد اللي انا الفرد اللي انا فردته ده ماينفعش هسويها على طول اصيبها بس عشر دقايق وبعد كده هنولع البدوجاز ونسويهم مع بعض في ثواني مش هياخدوا بقى انا هسوي اتنين اتنين لان انا البدوجاز بتاعي مش كبير فمش هيشيل كزا صانية مع بعض غير هما اتنين بس لو انت البدوجاز عندك كبير شغالي التلاتة مع بعض اهم حاجة بس ان احنا هنغطيها كويس علشان البخار هو اللي هيسويها بسي انا يعني المهم حاجة على قد الفتيرة تكون الفتيرة جوه جوه الغطة زي ما انا عملت كده جبت الطاصة دي وغطيت بيها وطبعا هي هتحبس لي البخار جوها وعلى قد الفتيرة الفتيرة برضو محبوسة جوها بسي بنوطي النار بنعلق يعني بنشغل النار وبنوطيها وبنغطي الفتير بتاعنا وبنسيبه تمام تمام يا رب اكون وضحت كل حاجة بيقعد قد ايه على النار ربع ساعة على الوش ده ولما قلبها هتقعد ربع ساعة على الوش التاني خلاص برضو غطيتها كده بصانية على قد الفتيرة آآ علشان ما عنديش غطة الحجم ده يعني الاحجام دي كبيرة قوي فانا ما عنديش غطة على قد الحجم ده فمش مشكلة انا غطيت على قد الفتيرة وخلاص بصي بقى الفتير بتاعنا قابب وجميل ازاي بسم الله ما شاء الله بصي يعني ولا فرن ولا اي حاجة وكمان خدت لون حلوة قوي من تحت انت بس هدي النار اكتر مني يعني خلي النار عندك شمع علشان ما يتلسعش منك تمام بصي بقى التانية هوريها لك اهو انا عايزة اقرب التليفون بس انا مسكة بايه ايد وبقلب بالايدي التانية مش عارفة فحعدل التليفون وهقلبها لكم دلوقتي استوى وجميل واحلى من ميت فرن بصي اهو قلبتها برضو عالجنب ده السوى بتاعها حلوة جدا برضو هنغطيها وهنسيبها ربع ساعة تانية على نار هادية خالص دي كده تالت واحدة اهي تمام هغطيها برضو كويس وحنسويها كويس ونشوفها مع بعض طبعا يا جماعة يعني الفتير المشالتة ده ناس كتير يعني مبترداش تعملوا عشان هو مجهود وفرد وتعب لأ من النهاردة ما فيش الكلام ده انا عملتولك بأسهل طريقة وكمان التسوية اهي على البدوجاز برضو بأسهل طريقة بص اللي هناك اهي ديت كده على الجنبين خلاص انا هنزلها من على النار ودي كده تالت واحدة بصوا قبت وجميلة اهي برضو هقلبها معاكم تمام وهنغطي برضو عليها وعلى فكرة طري جدا ما تقوليش هيتلع ناشف ولا كده لأ بصي بقى بصي بقى الجمال بصي بقى الجمال والحلويات احلى فطير ده ولا ايه شايفة وطري جدا على فكرة طري جدا ومورق جدا وجميل بصي بقى من النهاردة مش لازم فرن ومش لازم تتعبي وانت بتعملي الفطير بقى أسهل طريقة عملناه ياريت تقوليلي رأيك ايه في التعليقات وياريت لو جربتيه على عين البدوجاز برضو تبقى تكتبيلي في التعليقات تقوليلي ايه رأيك بصي الجمال بصي السوى بتاع الفطير من تحت ومن فوق الفطير بتاعنا بصي طري جدا ازاي ومورق وجميل بجد الطريقة هتعجبك اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم ياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك علشان يوصل له كل جديد وياريت اللي ما حدتش لايك ونسا يحط اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشوفكم في الفيديو جديد